السلام عليكم ورحمة الله الحسين أربع يحييكم من جديد فهذا الدرس سوف أشرح عن الـ pointer أو المؤشر لا يختلف اثنان إن لو كان لديه متغير اسمه integer number 1 يساوي إنه خمسة فهو عبارة عن موقع في الذاكرة يحتوي على قيمة خمسة ولها عنوان معين فلو جيت أنا أطبع العنوان فأقول له see out is للـ and n1 فand n1 سوف يطبع لي الموقع الخاص بهذا المتغير فلو قلت له ه إذن هذا هو الموقع الخاص بالمتغير ونفس الوقت الفاليو الخاص بالمتغير لو جينا نطبعها هي خمسة فأكتب فقط اسم المتغير وأقول له الآن سوف يطبع لي فقط الفاليو إذن حتى أطبع الفاليو المتغير هذا لم يختلفه من أول درس نكتب فقط اسم المتغير نطبع الفاليو نهضع أهضر قبل اسم المتغير نضع الـ location إذن كل متغير لديه location لو جيت أعمل الـ pointer يؤشر على هذا الـ location وطبعته إذن فالـ pointer ممكن يؤشر إلى موقع متغير ويحمل نفس الصفات المتغير يعني أنا لو كان لديه n1 وجيت هنا أعرفت متغير pointer فأقول لـ integer ptr هذا الـ pointer لكن pointer يكون قبله start ولماذا integer؟ لأنه يشير إلى متغير integer فيجب أن يكون نوع أنتجار إيش كيف يشير؟ بما أنه هو مؤشر فليس له قيمة هو عبارة عن مؤشر على موقع إذنك يجب أن أعطيه الموقع فأقول له at n1 فأقول له هذا الـ pointer يؤشر إلى موقع الـ n1 الآن لو جيت طبحت الـ pointer ك at ptr ثم أقول له enter الآن لو نفذت طبعا at ptr أقول لك anus identification ptr ونفضل هذا المتغير حسنا الآن هذا هو الموقع القيمة الموجودة فيه ك-n1 هي هذه وقيمة المؤشر هي هذه إذن إذن المؤشر أشر على نفس الموقع فإذن هو يحتوي على نفس القيمة هذه لا يختلف فيها اثنان إن أخذ مثال آخر على الـ pointer لو كنت لدي أنتجر اسمي array تحتوي على ثلاثة عناصر إيش العناصر هي عشرة عشرين ثلاثين الآن سمجده في الـ array لو جيت عملت pointer أقول لأنتجر at ptr يأشر أيش على أول موقع في الذاكي في الـ array at arr المن للزيرو بمعنى هذا أول موقع للـ array فإنه pointer لوحدة اللي هو هذا ptr سوف يمثل الموقع الأول يعني array للزيرو المن للصفر سوف تمثل pointer لوحدة إذن لو جيت طبعته ترى أنه إيش array للصفر يساوي أنه عشرة لأنه هذا pointer كيف أنا أصل للموقع الثاني في الـ array إيش هذا الـ pointer كنا موقع في الذاكرة وقلنا الـ array هي عبارة عن مجموعة موقع في الذاكرة متسلسلة إذا الأول كان 28 ثاني يكون 29 فذاك لو جيت هذا الموقع زودته واحد فإذن هذا هو ptr لوحدة هو موقع مثلا 28 زاد 1 29 المؤشر على قيمة 29 إذن هذه إن للواحد وكرر نفس السطر ptr أنا أشير للموقع التالي الذي يلي بما إن أقول plus 2 الآن سوف أصل لجميع مواقع الـ array فيل الصفر وعشرة فيل الـ 21 فيل الـ 32 السبب في ذلك إنه الـ array هي عبارة عن مجموعة موقع متسلسلة في الذاكرة إذا كان هذا مخزن في موقع 10 هذا سوف يكون في 12 هذا سوف يكون في 12 فإذا أنا أشرت على موقع 10 ف10 زائد 1 12 المؤشر عليه هو قيمة 20 10 زائد 2 12 والمؤشر عليه هي قيمة 30 إذا هذه فكرة المؤشر بعد أن انتهيت المؤشر وشرحت لك لا تستخدمه لأنه يتعامل مباشرة مع الذاكرة وهذا يسبب لك مشاكل